خبر أحزن الكويت بل الخليج والعرب والمسلمين والعالم أجمع قائد العمل الإنساني كما لقبته الأمم المتحدة عام 2014 نظير أعماله الإنسانية التي شملت جل دول العالم الشيخ صباح تقلد عددا من الأوسمة والألقاب من عدد من دول العالم وفي كل قارات العالم داخليا نفذت الحكومة الكويتية تحت قيادته العديد من المشاريع العملاقة التي ترتبط بمختلف القطاعات الخدمية في البلاد مثل مشروع مستشفى جابر وميناء مبارك وجسر جابر الذي يربط بين الصبية ومدينة الكويت بالإضافة إلى تطوير العديد من الطرق الرئيسية وإنشاء شبكة من الجسور ومشروع مصفات الزور ومبنى المطال الجديد وإستاذ جابر الرياضي إضافة إلى تنفيذ المدن الإسكانية الجديدة ومن أفرزها مدينة المطلع السكنية العملاقة عميد الدبلوماسيين أبو ناصر كما يحب أن يسميه الكويتيون يعد الحاكم الخامس عشر لدولة الكويت والابن الرابع للشيخ أحمد الجابر الصباح الحاكم العاشر للكويت في السادس عشر من يونيو لعام الف وتسعمائة وتسع وعشرين وليد أمير في الكويت وفي التاسع والعشرين من سبتمبر لعام عشرين عشرين توفي أمير للإنسانية يوما سيذكرهم الكويتيون والتاريخ لأنهما يرتبطان برجل وإنسان للتاريخ ترجمة نانسي قنقر